بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس مادة الفيزياء للصف الثاني عشر عنوان درسنا لهذا اليوم طول موجة ديبروي الجزء الثاني أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن يوضح تجربة دافيسون وجيرمار عن تداخل وحيود الإلكترونات لإثبات الطبيعة الموجية للإلكترون يصف آلية عمل أنبوب حيود الإلكترونات في دراسة حيود الإلكترونات بشكل مفصل يفرق بين الزخم الخطي للفوتون والزخم الخطي للإلكترون موضحاً ذلك بالعلاقات الرياضية المختلفة يستخدم العلاقة الرياضية لزخم كل من الفوتون والإلكترون في حل الأسئلة بشكل صحيح تمهيد درست عزيز الطالب الطبيعة المزدوجة للإلكترون والتي تؤكد أن الإلكترون عبارة عن جسيم له طبيعة جسيمية وأيضاً له طبيعة موجية حيث يمتلك الإلكترون طولاً موجياً مصاحباً له يعرف باسم طول موجة دي بروي ويحسب من خلال العلاقة لمدى إيكل إتش أوفر بي حيث بي الزخم والتي تساوي إتش أوفر إم في حيث أن الزخم يساوي الكتلة مضروبة في السرعة ولعلك تتساءل عزيز الطالب كيف تم إثبات هذه الطبيعة الموجية للإلكترون وهل تم رصد موجات الإلكترونات أو مشاهدة تأثيرها وهل توجد تجارب تؤكد الطبيعة الموجية للجسيمات فهيا بنا لنجيب عن هذه التساؤلات درست في صفوف سابقة أن الحيود والتداخل خاصيتان من خصائص الموجات وقد تمت دراسة كل منهما وتفسيرهما وفق النموذج الموجي للضوء حيث نجح النموذج الموجي للضوء في تفسير العديد من الظواهر التي تعتمد على هذه الخصائص للموجات الكهرومغناطيسية تحدث ظاهرة الحيود عند مرور الضوء عبر شق مفرد كما في الشكل المجاور عندما يمر الضوء عبر شق مفرد أو حتى عبر شقوق عديدة ينتج ذلك نمطا من التداخل على شكل مناطق مضيئة ومناطق معتمة على الشاشة تفسر هذه الظاهرة بناء على النموذج الموجي للضوء كالآتي حدوث تداخل بناء بين الموجات لتكوين مناطق مضيئة وتنتج عن التقاء قمة مع قمة أو قاع مع قاع أما بالنسبة للمناطق المعتمة فهي تحدث بسبب تداخل هدام بين الموجات وتنتج عن التقاء القمم والقيعان نأتي الآن إلى دراسة تداخل الإلكترونات وحيودها تعتبر خاصيتات تداخل والحيود من أبرز خصائص الموجات أي الطبيعة الموجية بناء على الفرضية المقدمة من العالم دي بروي عام 1924 حول الطبيعة المزدوجة للإلكترون فإن الإلكترون هو عبارة عن جسيم وله أيضا طبيعة موجية حيث تصاحبه موجات تسمى الموجات المادية إن إثبات التداخل والحيود كخصائص للموجات المادية للإلكترونات يعني إثبات الطبيعة الموجية لها وقد تم دراسة ذلك بشكل نظري في الدرس السابق وقد تم إثبات الطبيعة الموجية للإلكترونات أو موجات الإلكترونات تجريبيا بعد ذلك بثلاث سنوات تقريبا بواسطة العالمين دافيسون وجيرمر حيث لاحظا أولا تشتت الإلكترونات عن سطح النكل وكذلك تكون أنماط على الشاشة بسبب تداخل وحيود موجات الإلكترونات وسنقوم فيما يلي بدراسة التجربة التي قام بها العالمان دافيسون وجيرمر بشيء من التفصيل تجربة دافيسون وجيرمر بنية التجربة أولا سطح النكل حيث تشكل ذرات النكل باللورة بمسافات تباعد منتظمة كما في محزوز الحيود تماما بحيث يمكن لأي موجة أن يحدث لها حيود إذا سقط على هذا السطح ثانيا قاذف أو مدفع الإلكترونات إن قاذف الإلكترونات يقوم بإطلاق حزم من الإلكترونات على سطح النكل الذي بدوره يقوم بعكسها ليلتقطها بعد ذلك الكاشف الموجود في هذه المنطقة نأتي الآن إلى الملاحظة التي يظهرها الكاشف إن الكاشف يظهر نمطا للحيود من التداخلات البناءة والهدامة الناتجة لحزم الإلكترونات المنعكسة عن ذرات النكل والنتيجة هي أن للإلكترونات طبيعة مزدوجة أي طبيعة جسيمية حيث أنها تمتلك زخما خطيا وكذلك طبيعة موجية حيث يحدث لها حيود وتداخل لتكون أنماط التداخل البناء والهدام نأتي الآن إلى الزخم الخطي أو كمية الحركة الخطية بناء على ما سبق حول فرضية دي بروي والإثبات التجريبي لها بواسطة تجربة دافيسون وجيرمار تم التأكيد على الطبيعة المزدوجة للمادة وبذلك فإن للفوتونات خصائص جسيمية كما أن للإلكترونات خصائص موجية ويمكن حساب الزخم الخطي لكل منهما كما يلي أولا بالنسبة للزخم الخطي للإلكترون فإن الإلكترون له كتلة مي ويسير بسرعة في لذا فإن زخمه سوف يحسب من خلال العلاقة P equal M E times V أما بالنسبة للزخم الخطي للفوتون فهو لا يمتلك كتلة أي أن كتلته تساوي الصفر إلا أنه يمتلك زخما خطيا أيضا يُعطى من خلال العلاقة P equal H over lambda وبما أن lambda equal C over F وبالتعويض مكانها في هذه المعادلة ينتج معنا أن زخم الفوتون يمكن أن يحسب أيضا من خلال العلاقة HF over C حيث P الزخم الخطي H ثابت بلانك وهو ثابت مشهور lambda هو الطول الموجي F التردد C سرعة الضوء وهي أيضا ثابت مشهور لاحظ معي عزيز الطالب أن المعادلة السابقة لزخم الفوتون تتفق مع طول موجة دي بروي للموجات المادية المصاحبة للجسيمات سؤال قارن بين الفوتون والإلكترون من حيث الكتلة والزخم الخطي وامتلاك الطبيعة المزدوجة الحل بالنسبة للفوتون فإن كتلته سوف تساوي صفر حيث أنه جسيم عديم الكتلة أما بالنسبة للإلكترون فإن كتلته تساوي 9.1 x 10-31 kg لذا فهو جسيم له كتلة بالنسبة للزخم الخطي فإن الفوتون يمكن أن نحسب زخمه الخطي من طبيعته الموجية فهي P تساوي H over lambda والتي تساوي H F over C أما بالنسبة للإلكترون فهو لديه كتلة لذا من السهل أن نحسبها من خلال العلاقة P equal m e times V بالنسبة لامتلاك الطبيعة المزدوجة فإن كل من الفوتون والإلكترون يمتلكان طبيعة مزدوجة دعنا الآن أن نقوم بحل المثال رقم 6 صبح 158 في الكتاب المدرسي ما الطول الموجي لفوتون زخمه الخطي يساوي زخم إلكترون سرعته 100 m per second علما بأن كتلة الإلكترون معطاة في السؤال في البداية سنقوم بحساب زخم الإلكترون والذي يساوي m e times V وبالتعويض 9.1 times 10 to the power minus 31 times 100 نستنتج أن الزخم الخطي يساوي 9.1 times 10 to the power minus 29 kg.meter per second ثانياً نحسب الطول الموجية للفوتون سوف نستخدم العلاقة lambda equal h over p وبالتعويض h 6.63 times 10 to the power minus 34 over p والتي تساوي 9.1 times 10 to the power minus 29 حيث قمنا بحسابها قبل قليل وبإجراء الحسابات نستنتج أن lambda ستساوي 7.29 times 10 to the power minus 6 meter أنبوب حيود الإلكترونات بعد الإثبات التجريبي الذي قدمه العالمان دافيسون وجيرمر للطبيعة الموجية للإلكترونات من خلال إثبات خاصيتين التداخل والحيود للموجات المادية المصاحبة للإلكترونات بعدها قام العلماء في السنوات اللاحقة بتطوير التقنيات المختلفة لاختراع أنبوب خاص يسمى أنبوب حيود الإلكترونات والغرض من ذلك هو دراسة الأنماط المختلفة لحيود الإلكترونات عبر المواد ودراسة التركيب الذري للبنية البلورية للمواد المختلفة توضح هذه الصورة أنبوب حيود الإلكترونات في أحد صوره التي تم تطويره عليها وسنقوم فيما يلي بدراسة أنبوب الحيود بشيء من التفصيل نأتي الآن إلى دراسة بنية أنبوب حيود الإلكترونات لاحظ معي عزيز الطالب أن أنبوب حيود الإلكترونات هو عبارة عن أنبوب كروي مفرغ من الهواء به المكونات التالية أولا المدفع الإلكتروني والذي يصدر الإلكترونات من الكاثد بحيث تنجذب نحو الأند وتتسارع بفرق جهد يسمى جهد التسريع والذي يمد الإلكترونات الصادرة من المدفع بطاقة يمكن تغييرها من خلال تغيير جهد التسارع أو V-Acceleration بعد ذلك تمر الحزمة الإلكترونية من ثقب موجود في داخل الأند لتتجه مباشرة نحو شريحة رقيقة من الإغرافيت والتي تحتوي على ذرات الإغرافيت المرتبة والتي تحتوي فيما بينها على فراغات أو مسافات بينية تقوم بتشتيت الحزمة الإلكترونية ليظهر معنا على الشاشة الفلورسنتية نمطا من أنماط الحيود لاحظ معي عزيز الطالب أنه لا بد من مشاهدة حلقات أو دوائر مضيئة على الشاشة الفلورسنتية نتجت بسبب إصطدام الإلكترونات بها نأتي الآن إلى آلية عمل أنبوب حيود الإلكترونات توضح الصورة A مقطعا جانبيا لأنبوب حيود الإلكترونات أما الصورتين B و C فتمثلان ما سنشاهده على الشاشة بالنسبة للمدفع الإلكتروني سوف يقوم بإطلاق الإلكترونات والتي ستمر عبر شريحة الاغرافيت عند مرور الإلكترونات عبر شريحة الاغرافيت سيحدث حيود للموجات المصاحبة للإلكترونات مما يؤدي إلى تشكل بقعة مضيئة وحلقات تحيط بها على الشاشة الفلورسنتية بالنسبة للنتيجة سنشاهد نمطا من الحيود المتكون على الشاشة نتج بسبب التداخل البناء والهدان لاحظ معي عزيز الطالب أنه يمكن تغيير نمط الحيود بتغيير جهد التسارع حيث أنه عند جهد تسارع منخفض في المدفع الإلكتروني كما في الحالة B تكون طاقة حركة الإلكترونات منخفضة وبالتالي يزداد طولها الموجي وتتباعد الحلقات كما سنشاهد في الحالة B أما في الحالة C عند استخدام جهد تسارع مرتفع فإن طاقة حركة الإلكترونات تكون مرتفعة وبالتالي يقل طولها الموجي وتتقارب الحلقات كما في الشكل C الذي يمثله هذا الشكل نأتي الآن إلى حل بعض الأسئلة والتدريبات سؤال تحسب كمية حركة أو زخم الفوتونات من خلال العلاقة P equal H over lambda اشرح كيف توضح العلاقة السابقة الطبيعة المزدوجة للضوء الحل تعتبر العلاقة السابقة دليلا على الطبيعة المزدوجة للضوء حيث تربط بين كمية الحركة أو الزخم للفوتونات P هذه P وهو خاصية جسيمية أو مادية والطول الموجي lambda والذي يعتبر خاصية موجية إذن هذه العلاقة تربط بين الزخم والطول الموجي الزخم يعتبر كمية تمثل الخصائص الجسيمية ولمدة تمثل الخصائص الموجية سؤال أي الوحدات التالية تكافئ وحدة كمية الحركة أو الزخم kg.meter per second الحل سوف نستخدم في هذه الحالة المعادلة التي تحسب زخم الفوتون P equal H over lambda والتي تم اشتقاقها من طول موجة ديبروي والطبيعة المزدوجة للجسيمات لاحظ معي عزيز الطالب أن وحدة ثابت بلانك هي Joule.second بينما وحدة الطول الموجي هي المتر لذا فإن الوحدة ستساوي Joule.second per meter إذن الإجابة الصحيحة ستكون A حيث أنه يمكن استخدام Joule.second per meter كوحدة أخرى لقياس كمية الحركة أو الزخم سؤال أي من ما يلي يصف بشكل صحيح العلاقة بين الطاقة الحركية وطول موجة ديبروي لجسم ما أولا سنقوم باستخدام العلاقة الرياضية التي تحسب طول موجة ديبروي والتي تساوي lambda equal H over M V وبالتعويض مكان V من قانون طاقة الحركة حيث أن EK تساوي half M V square حيث V تساوي square root of 2 EK over M وبالتعويض مكانها في هذه العلاقة ينتج معنا أن lambda ستساوي H over M times square root of 2 EK over M لاحظ معي عزيزي الطالب أن الطول الموجي lambda يتناسب عكسيا مع الجذر التربيعي للطاقة الحركية إذن أن الإجابة الصحيحة ستكون هي D سؤال يتحرك بروتون بسرعة تساوي 2000 meter per second احسب A كمية الحركة للبروتون علما بأن كتلته موجودة معنا وكذلك B الطول الموجي المصاحب للبروتون علما بأن ثابت بلانك أيضا موجود معنا بالنسبة للفرع الأول لاحظ معي أن البروتون هو عبارة عن جسيم مادي وكتلته موجودة لذا سنقوم باستخدام العلاقة P equal كتلة البروتون مضروبة في سرعته وبالتعويض 1.672 times 10 to the power minus 27 times 2000 نستنتج أن P للبروتون ستساوي 3.344 times 10 to the power minus 24 kg per second أما بالنسبة للطول الموجي المصاحب للبروتون فسنستخدم طول موجة دي بروي والذي يحسب من خلال العلاقة lambda equal H over P لاحظ معي عزيز الطالب أن P قمنا بحسابها قبل قليل لذا سنعوض قيمة ثابت بلانك 6.63 times 10 to the power minus 34 over 3.344 times 10 to the power minus 24 وهذه التي حسبناها قبل قليل وهي زخم البروتون وبإجراء الحسابات نستنتج أن lambda ستساوي 1.98 times 10 to the power minus 10 متر وهو طول الموجة المصاحبة للبروتون انتهى درس اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والآن عزيز الطالب بإمكانك الرجوع إلى أسئلة التمهيد في بداية الدرس للإجابة عليها بنفسك